السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباب قلبي يعملين ايه يا رب تكونوا الخير معاكم أخوكم مصطفى البجوري من قناة سناغولة بيزنس معلش يبقى لي أسبوع كده ما بطلعش لأن يعني ما فيش جديد بالنسبة لي بس إن شاء الله أول ما بلاقي حاجة جديدة بنزل بعمل حلقة على كل بيزن الله تعالى الحلقة النهاردة مهمة جدا 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 يا جماعة ركزوا فيها لكل أصحاب الشركات أو اللي هيفتحوا بيزنس جديد ركزوا جدا في الكلمة اللي اقوله دلوقات فيه حاجة اسمها عروض وخصومات مستهدفة يعني ايه مثلا مش انت مثلا لو لديت واحد صاحبك شغال في بانكا او شغال في جهة حكومية او شغال في بيترول او شغال في الشركات الكبيرة مش ساع motivations بيجي يقول ليا مسلا أنا جايلي خصومات أيضا من شركة كازا جايلي خصومات أيضا من شركة بيتك جايلي خصومات من جولد الزجيم جايلي عروض من شركة ترهاف للسياحة هو دا اسمه العروض والخصومات المستهدفة يعني لو انت صاحب شركة ركز على شركات معينة شركات حكومية وبنوك وشركات كبيرة ان انت تقدم لهم عروض وخصومات عن المنتجات بتاعتك يعني مثلا لو انت شركة اجهزة كهربائية او شركة سياحة او جيم ليه فروع كتيرة او محل حلويات او محل ادوات رياضية زي اكتف ابو علاء مثلا ممكن تقدم عروض وخصومات لبنوك زي مثلا بنك مصر بنك الاهلي والله خصم 50% على كل موظفين البنك الاهلي مثلا واللي يجيب لك الكرنيه بتاعه تعمله خصم 50% على طول مثلا تقدم خصومات للنيابة العامة اي حد يجيب لك كرنيه ان هو في النيابة العامة هتعمله خصم مثلا 50% خصم 30% حسب الخصم اللي انت عاوز تقدمه مثلا تعمل خصومات لوزارة البترول هتقدم خصومات لمصلحة الضرايب هتقدم خصومات لشركة الكهرباء بكل فراعها شركتك هتقدم خصومات لأعضاء النوادي أعضاء نوادي معينة مثلا ودي دجلة الأهل الزمالك هليوبلس الجزيرة تمام يبقى هيدا الفكرة اللي أنا جاي أقول لكم عليها النهاردة والنهاردة الفيديو هيبقى صير بس أهم حاجة أن الفيديو هو وصل أنت كصاحب شركة تقدر أن أنت تقدم عروض وخصومات مستهدفة لشركات معينة ركزوا على الشركات الحكومية والشركات الكبيرة هتقدم لهم خصومات وعروض الموضوع ده هيخلي الشركة بتاعتك اسمها يتعرف ولما أنت بتقدم للشركات دي خصومات هتشغل نفسك شغل كواس جدا وهيبدأ يجيلك شغل كواس جدا من الشركات دي وده هيساعد في انتشار شركتك بشكل كبير جدا شركات كتير جدا جدا ممكن تقدم خصومات وعروض لشركات مستهدفة يارب الحلقة تكون عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك ولو في حد عنده أي كومنت أو استفسار على أي حاجة يسيب لي في الكومنتات وهن أرد علي فورا كان معكم مصفة باجوري من قناة سنواتا بيزنس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته